اشتركوا في القناة جوجل كروم دايما بتتصفحوا في اي صفحة وما بتمسحوش اللي انتو فتحتو فبيبقى مخزن في ادارة التخزين لبرنامج جوجل كروم فده بياخد من مساحة جهاز الموبايل بتاعنا. تعالوا نشوفوا مع بعض الطريقة سهلة جدا ومبسطة من الموبايل. احنا عندنا جوجل كروم اهو. هندخل على الدبط. هتدوري على كلمة التطبيقات. هتنزلي بقى تدوري هنا كده على جوجل كروم المتصفح بتاعنا. اهو. وبعدين في مكان التخزين. شايفينه? مكان التخزين. تحت عندنا هنا مساحة التخزين المؤقتة. لا خلينا في ادارة التخزين. تمام? مسح جميع البيانات اللي تحت خالص هي. موافق. خلاص كده احنا مسحناها. عايزين بقى نتأكد. هنتأكد ازاي? هنفتح الجوجل كروم. اهو. عشان نتأكد ان احنا مسحنا البيانات كلها. اهو شايفين كده? هتدوسي تحت هنا على القبول والمتابعة. هتسجلي. هتسجلي باسم الصفحة اللي انت مسان عايزها. نعم اوافق. فتح معينا من اول وجديد. واعملي البحث اللي انت عايزها باي حاجة خالص. ده كان فيديو بتاعنا النهاردة. وسهل وبسيط جدا ومفوش حاجة. وكانت معيكم امو محمد من قناة فن ولعب. ويا رب يكون الفيديو يكون سهل جدا عليكم. عملولي لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة